الحمد لله رب العالمين يا رب أحمدك يا من أنت إله في الأرض والسماء والذي لا يغيب عنك مثقال ذر وأنت الغالب ونحن المغلوبون لا راد لما تريده فعال لما تريده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وارضا اللهم عن جميع أصحابه الغر الميامين وارحم اللهم تابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكل السادة المتصيلين والمشاهدين وأهلا ومرحبا بكل السيدات المتصيلات والمشاهدات وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة ومعنا الأخت هوارية من وهران واحد وأربعين عاما تقول رأيت في منامك أن صديقة جاءت إلي في المنزل وقالت لي هناك راق مميز هيا نذهب إليه فذهبت معها لكي يرى هذا الراقي إذا كان موجود حقا أو كذب فوجدنا شيخ قال لي إلقي نفسك على الأرض فبدأ يرقيني ويلمسني في جسدي في جسمي لكن لم أشعر شعور فاسد بل بدأت أخشع مع الرقية وكلام الله وتأثرت كثيرا بتلك الرقية فنهت من النوم وكنت أشعر براحة علما أن صديقة التي رأيتها في المنام متعودة أن تكذب علي خيرا تلقينه وشرا تتوقينه هذه الرؤية انصحت وصدقت فالأكيد أن فيها ثلاث ملاحظات الملاحظة الأولى أنك حقا وصوابا محتاجة إلى رقية شرعية من راق شرعي الملاحظة الثانية فكيف يمس جسدك ولا تحسين بشعور فاسد لا الراق الشرعي لا يلمسك في جميع جسدك بل يقرأ عليك دون أن يلمسك أو إذا أراد أن يلمسك فبقلم هكذا يعني أما بيحطيه على رأسك أو على صدرك أو في أي مكان من أماكن جسدك فهذا مشعوذ ورجل في نفسه حاجة في نفسه عقوب أما الراق الشرعي فلا يلمسك بيده مهما كانت الظروف إذن وكذلك الحالة الثالثة ما دامت هذه الصديقة كاذبة فلماذا تجعلينها صديقة وتقولي صديقة الكذب حرام في ديننا يعني والله تبارك وتعالى حرم الكذب في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم حرمه في حديث كثيرة وأذكر لك حديث آخر لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقيا وما دامت هذه كاذبة فإما أن تنصحيها وترشديها وتستوريها وتبقى معك وإلا فغيريها فلا بركة فيها ولا خير وعالك بالرقية الشرعية والله أعلم أهلا بيختي ربيعة من عنابة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف عالك يا ربيعة والله نحمد وربي ونسكره في عز الأعز الله يبارك فيك يذلك مني تحية ولأسرتك ولكل سكان عنابة بالاستثناء الله يبارك فيك ويطول عمرك إنساء الله وربي يخليك في كل مكان آمين يا رب آمين وإياكي مرحبا بك مرحبا مرحبا آلو عندك رقية أختي ربيعة عندك رؤية عندي زوز هاي الأولى آه الأولى آه ابني شف مرط أخي قاعدة فوق البونكات وجاتني قتلي أنت آكي خرجتي في القرعة وأعطوك سكنة أفطرها في البونك آلو أهلا أعطوك أسمعوك أسمعوك والثانية عندها واحد العمين ثلاثة هكا نمت بأبي متوفي وجاني قال يا أبنتي أنت خرستي في القرعة قلت له يا أبتي أنا ما ما ليس لأمكانيات لأذهب للحجل قال لي لا قال لي كان أمرأة في السعودية هي لتكفلت بكل شيء يعني أوليدك شف الرؤية باللي ديت خرستي في القرعة ديت اسكنام وبابك جاك في الملم قال لي كاكي راح تحجي آه نعمة هذه والله نعمة هذه شف في أمره قطيرة بيع آآ سنين واربعين عندك أولاد آآ نعم آآ أنتي تعاني من مشكلة السكن آآ نعم وقلبك يحترق لما تريني أن الحجاج ذاهبين إلى بيت الله الحرام نعم إذن كي دايرة ملف تحساكن ولا لا دايرة هي شحال عند الملف هذا آآ عند واحد عامين كاكاك السنوات آآ يروني قولي لكي اقترا بيعا كي يأتوك سكناعي تاني باش نبارك لك نصى الله بإذن الله نصى الله ونصى الله ن نربحوا عليك نصى الله يا رب يا رب قولي اقترا بيع هذا الرؤية الأولى والثانية كانت في الليل ولا في النهار أحلا في الليل وبابك لما شتي وجهو لما شتيش لا دون أنت ري وجهو دون أن ما ري وجهو والمرة تانية والمرة ساسا جاني قلي أني لما طبطب الباب فتحت ليه الباب قلي أني أنا جيتك يا مبروكة سبحان الله العظيم إذن نختي ربيعة أبقي معنا وستسمع الجواب ومرحبا بك مرحبا خيرا تلقيناه وشر تتوقيناه هذه الرؤى انصحت وصداقت فأقول لك يا مبروكة كما قال لك الوالد يا أقول لك أختي ربيعة انتظري مسكنا عن قريب هيئي نفسك بكثرة الاستغفار والدعاء وخرجك الخمسة خبزات ولا ثلاثة في صاشية في كيس ومديهم كشفاقير من فقراء قرابتك أو جيرانك ونوضي الثلاث الأخير من الليل وقول له يا رب قبر الدنيا أعطيني قبر الدنيا أفكات ولا أفسانك قول له أفربعة أو أفخمسة يعني ورأي جيدك بإذن الله سكنا أسأل الله أن تكون واسعة أسأل الله أن تكون واسعة أسأل الله أن تكون واسعة وهذه الرؤية جيدة والحمد لله يا رب العالمين وإن شاء الله تسكني في البون ونهنئك ونبارك لك ذلك إن شاء الله أما رؤية الوالد مرتين مرتين قال لك رك خرجت في القرعة لتذهبين إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج فأقول لك هيئ جواز السفاركي للعام المقبل إن شاء الله 2016 إن شاء الله تدي سكني اللولا وبعدها إن شاء الله تروحي للحج وهكذا ترجع إلينا صفحة بيضاء ناصعا إذن أقول لك عن قريب إن شاء الله راح تسكني وماذا بيتعيطنا وتفرحنا حتى نهنئك ونبارك لك ذلك وراح تحج بإذن الله هيئ النية من الآن واخدم جواز سفارك البيومتري وبيت النية وراك رايح بإذن الله عز وجل إلى زيارة بيت الله وإلى السلاة في الحرمين الشريفين وأبوك جاءك في المرة الثالثة وقال لك جئتك يا مبروك إذن أنت مبروك على أهلك ومبروك على نفسك وعلى قرابتك وستفرحين بإذن الله وكوني قريبا من الله هذه المدة بكثرة الاستغفار والأذكار والصلاة بوقتها ورفع اليدين إلى السماء وقرأ على بابك القرآن وهديه له وزوري قبره واترحمي عليه واستغفري له يعني بابك رايح أعطيك دعوة الخير ورا راضي عليك مدام بابك راضي عليك وعطيك دعوة الخير وزوجك يحبك ولا يرى لك بديلا فأبشري واسأل الله عز وجل أن يثبتك على ما أنت عليه حتى تلقيناه بعد طول عمر وهو عنا وعنك راض وبشرى لك أختي ربيع المبروك والله أعلم كذلك معنا أم مصطفى أم من العاصمة 30 سنة رأيت في منامك أنني في منزل وكنت مع عائلتي ومع عائلة زوجي وكنت صائمة وأبحث عن الأكل لكي أطبخ لكن تفكرت أنني صائمة وما زال الآذان وعندما خرجت من المنزل وجدت كلاب مشترسة فبادأ يجرون ورائي وكنت هاربة وحاملة معي الطفل ثم لم أعرفه فدخلت إلى المنزل ووجدت رجل صاحب ذلك تلك الكلاب فقال لأخرجي لكي تهرب الكلاب وعندما خرجت وجدت أن الكلاب التحول إلى عدة حوانات مختلفة أقول لكي خيرا تلقينه وشرا تتوقينه وخيرا لنا وشرا لأدائنا والحمد لله رب العالمين هذه الرؤية أخت أم مصطفى 30 سنة من الجزائر العاصمة هي أفغاث أحلام هي من تحزين الشيطان فادوري على يسارك وأقولي أعوذ بالله السميع العاليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وأدفل ثلاثا عن يسارك وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام واذكر ربك تبارك وتعالى بالأذكار المحمودة المسنونة المتداولة والمعروفة ونسي هذا الحلم فإنه من الشيطان فلا يضرك ولا ينفعك بإذن الله والله أعلم كذلك معنا زينم من بسكرة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا كلنا هنا في مدينة بسكرة نتابع حصتيك وقد استفدنا منها كثيرا حتى بعض الرؤى التي لمسأل عنها ولكن عارفنا تفسيرها ونحن الآن الحمد لله والله استفدنا كثيرا فجزاك الله عننا خيرا وشكرا لقناة النهار ولكل المتصلين وشكر المصول إن شاء الله عندي رؤية حيارتني كثيرا وهي يا شيخ أنني أرى نفسي أنني أسوق في سيارة جديدة حمراء وبسرعة فائقة جدة وأتسابق مع السيارات وأفوتهم جميعا مع العلم يا شيخ لا أكسب لا سيارة ولا رخصة السياقة وأحاول أنوي أن تكونني في المستقبل سيارة إن شاء الله ولكن العين بصيرة واليد قصيرة وشكرا لك سيدي المحترم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا زينب من ولاية بالسكرى مدينة العلم والعلماء والتاريخ والكرم رؤيتك هذه تسقن سيارة حمراء السيارة في المنام يا أختي زينب تدل على نقلة في حياتك من الأسوأ الأحسن أو بعبارة أدق أتدل على أن هناك نقلة في نمط معيشتك إلى الأفضل والأحسن أيضا كذلك أختي الفاضلة المحترمة تسوقينها بسرعة فائقة وتسبقين كل السيارات هذا ما يؤكد أن ساعة الفرج آتيا وهي في طريقها إليك أسأل الله أن لا تطيل أسأل الله أن تكون قريبة لا بعيدة وعاجلة لا آجلة وكنت أنت تسوقي هذا ما يؤكد أن الرؤية جيدة جدا فأقول لك أنتظري فرحة وانتظري فرجة وقلت ما عندك سيارة ما عندك رخص السياقة إن شاء الله ربي يفتح لك الجوزر في السياقة إن شاء الله ربي يرزقنا ويرزقك بسيارة جديدة إن شاء الله نخدم بها ديننا ووطننا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من سعادة المرء أربع البيت الواسع والمركب الهنيء السيارة والزوج الصالحة والجار الصالح هذا ونسأل الله عز وجل أن يعجل بالشفاء اختنا آمينة من أولاد فيت نسأل الله أن يعجل لها ولزوجها عمار ولسائر مرضى المسلمين أجمعين بالشفاء العاجل اللهم عجل لهم بالشفاء اللهم عجل لهم بالشفاء اللهم عجل لهم بالشفاء لا بأس طهور إن شاء الله اللهم وفق حجاجنا الميامين لما تحبه وترضى اللهم يسل لهم أمورهم واشرح لهم صدورهم ويم من كتابهم اللهم ووفقهم لأداء مناسك الحج والعمر عن الكتاب والسنة وعلى ما يرضيك يا رب وارحم اللهم الذين ماتوا في تلك المصيبة اللهم ارحمهم اللهم اوسع عليهم اللهم نور قبورهم اللهم اكتبهم في عداد الشهداء اللهم اجعلهم في عداد الشهداء اللهم اجعلهم في عداد الشهداء وارزق أهاليهم والأمة الجزائرية والإسلامية الصبر والسلوان اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وارجي حجاجنا إلى بلدنا الجزائر وهم سالمين غانمين فائزين معافين في أبدانهم وقد غفرت لهم وقابلت منهم حجهم وكتبتهم من أهل الجنة هو العاقبة لنا جميعا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم إلى يوم الدين وإلى حصة قادمة أخرى إن شاء الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة